بقول له ليه الاسعار مرتفعة ليه في الطماطم وفي البطاطة وفي الطماطم وفي البصل بشرح للناس كفلح بشرح للناس بعدين بقول يا جماعة انا بقول بطريقتي بقول يا جماعة وبعدين في الاخر يعني لو ما كناش بامية يعني ولا ورق هناك مش هنموت انا بتكلم عن نفسي على فكرة وانا صادق فيما اقول صادق فيما اقول هات يا ابني فكرني بيها عشان الناس بتقولش ان انا بقول اي كلام فترة اللي بيبقى بين العروات وبعضها اللي هو شهر سبتمبر شهر 9 وشهر ابريل شهر 4 دول الشهرين دايما لاحز وراجع دايما هتلاقي الصحف ومواقع ارتفاع في سعر الطماطم الحق الناس هتموت عشان الطماطم واحد زي دي يقولك يا عم واحنا حلتنا غير الطماطم وحلتنا غير طبق يا سيدي والله انا بشرح لك ليه سعر الطماطم غالي ما ليش دعو بقى يعني انا زيك يا سيدي انا ماطن زيك سعر الطماطم غالي علشان احنا في الفترة البينية بين العروة الصيفية والعروة النيلية في شهر بيقع اللي هو شهر ايه شهر سبتمبر وبين العروة النيلية والعروة الشتوية في شهر ابريل بيقع بيبقى لأسعار مرتفعة بس وده الموضوع ببساطة لما يجي واحد يجي في بداية موسم العنب الورق العنب بيتباع والكيلو مش عارف يوصل ان شاء الله 100 جنيه مثلا يقولك الكيلو ورق العنب يا سيدي ما هو لسه ده بشاير ده بشاير لسه يا سيدي يعني لسه في بداية الموسم وهكذا في كل البامية سعر البامية من النهاردة الحق البامية 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 هو القصة مش قصة البامية عندما لو مكلتش بامية هموت يعني لو مكلتش بامية sehen أنا عندي بيانات بقولها لحضرتك ده كلام ده قلتم بشاف امبارح والاول امبارح يعني مش امبارح امبارح او امبارح او انا بشرح بقول يا جماعة الفرق العروات وغيره طب شوفوا مكملين بقى طلعت قالت ايه انا حملة اهو جايبين بقولك نشأ ديه لو مكلتش بامية مش هتموت يعني وبعدين جايبين الكلام ده اهو غيره يا سرط لو سمحت لا غيره يا سمحت قالوا اهو ايو هي دي هي دي مش اللي فات مش هتموت لو مكلتش يعني اختزل واصر الكلام وانا بقول يعني تخلب احد دي اراضي يقولك ايه فلال فلال يقول مش هتموت لو مكلتش ده مين الراجل الغبي اللي بقول هذا الكلام ده مين الاحمق اللي بقول هذا الكلام يعني هو عايز يصدر صورة ان انا بقول تب ايه يعني لو مكلناش طبعا ما قلش كده انا بتكلم علىها لو مكلناش طماطم اسمها بامية او ورق عنب وانا بتكلم وكون تبقعي ما اقول لكن انا برضو مش بتجمت على نفسي ولا بشرح ولا بافضح ولا غيره انا بوضح لكم بيستادوا ازاي انا بوضح شغلهم بيعملوا ايه دول وجايب الصورة دي الصورة القديمة دي اه وجايب الكام ده اه قال لك ان يتهي لي وما كنتوش وعملوا حملة موجودة على السوشال ميديا وي اه اه